وكالة إدارة الكوارث الإندونيسية تعلن ارتفاع ضحايا زلزال جزيرة سولويسي إلى ما لا يقل عن 34 قتيلا المعهد الأمريكي للجيوفيزياء أشار أن الزلزال بلغت قوته 6.2 درجات ووقع حوالي الساعة الثانية صباحا بالتوقيت المحلي وتم تحديد مركزه على بعد 36 كم جنوب مدينة ماماجو الإندونيسية على عمق 18 كم الزلزال أعقبته انهيارة أرضية ما أعقل وصول إلى طريق رئيسية في المنطقة الأرخبيل الواقع في جنوب شرق آسيا يتعرض لنشاط زلزالي وبوكاني متكرر بسبب موقعه على حزام النار في المحيط الهادئ حيث تتصادم الصفائح التكتونية